عاد التصعيد العسكري ليتصدر المشهد من جديد شمال غربي سوريا في ظل تزايد عمليات القصف المتبادل بين قوات الحكومة والفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي وارتفاع وطيرة الغارات الروسية على المنطقة المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن طائرات حربية روسية شنت أربع غارات على مواقع للفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي في محيط بلدتي أورم الجوز والرامي قرب الطريق الدولي إمفور بريف إدلب الجنوبي ما أسفر عن أضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وكانت الطائرات الحربية الروسية قصفت قبل أيام مواقع للفصائل المسلحة في محيط بلدة زعينية بمنطقة جسر الشغور غربية إدلب ومناطق بريف اللاذقية الشمالي أسفرت عن وقوع أضرار مادية في السياق قصفت قوات الحكومة السورية بعشرات القذائف المدفعية مواقع عسكرية تابعة للفصائل المسلحة في محيط بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشرقي من جهة أخرى قتل عنصران مما يسمى الدفاع الوطني التابع لقوات الحكومة السورية وأصيب خمسة آخرين بانفجار لغم أرضي بسيارتهم في منطقة التناهة الجنوبية وادي العذيب بريف حماس شرقي وسط البلاد بالتزامن مع مقتل الرئيس الأسبق لمجلس مدينة تلبيسة بريف حمصة الشمالي بعد استهداف سيارته بعوبوة ناسفة من قبل مجهودين في غضون ذلك أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة قتلى فصير سقور الشمال الإرهابي التابع للاحتلال التركي جراء غارات الروسية على منطقتين قطمة بريف إعزاز والشرى بريف عفرين شمال غربي سوريا إلى ثلاثة عناصر ترجمة نانسي قنقر